اشتركوا في القناة شو بعيدي بعد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك نطرتك أنا ندهتك أنا رسمتك على المشوي صباح الخير سالي صباح الخير زينا بسعد صباحك بسعد صباحك وصباح نضم لرحلتنا الصباحية أكيد نقول صباح الأمل والطاقة الإيجابية وقلنا بكرة إن شاء الله بيحمل الخير لكل السوريين رغم الظروف الصعبة دائما عنا أمل ومحكمين بالأمل خلال حلقتنا لليوم في عنا كتير من الأخبار من المحافظات السورية ومن العالم وأيضا ضيوف اختصاصين لنغطي ونضيء على أهم الفعاليات اللي عم بتصير بسوريا أكيد كل هالأخبار رح تكون معنا لكن قبل ما نبدأ بصباحنا من وجهة تحيتنا لرجال الله رجال الجيش العربي السوري وجيشنا الأبيض طبعا يعطيكم ألف عافية وأيضا من نقول لطلابنا اليوم عم بيقدموا مادة للبكالوريا من اللونا إن شاء الله موفقين ويا رب هيك تحققوا على النتائج قبل ما نبدأ قام دي أجرع رحبي سالي وصبح علي كيف التقص اليوم سالي شايفتي يعني كان بارح شو بس ما عم يتقلب التقص ما عم نعرف له يعني شي خاصة من ندير بالنا على صحتنا زينب وبدنا نتمنى لمشاهدينا هنهار يحمل كل الحب كل الأمال وأيضا قطاقة الإيجابية اللي دايما نحنا منشدد عليها منأكد عليها ليكون نهارنا جميل بجميع تفاصيله ورغم ضغوطات الحياة ورغم الصعابة اللي نحنا عم نعيشها لكن فصحة الأموال لازم تضل بقلوبنا وأكيد بين عيوننا بدنا نتمنى لكل طلابنا اللي عم يقدموا امتحانات إنه يتكلل إن شاء الله هيك بالنجاح ويرفعوا اسم سوريا بالعالي يعني بعد حرب تسعة سنين أو عشر سنين خلينا نقول ما زلنا نحنا متابعين مسيرتنا العلمية مسيرتنا الثقافية وأكيد كل يوم بيضمن صباحنا غير بيكون عنا وقفات مع ضيوفة من اختصاصات مختلفة إن شاء الله نكون أد المسؤولية أخبار كتير بعض الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على اليوم نبدأها من فلسطين المحتلة فاطمة شابة فلسطينية تحدت البطالة التي قفزت معدلتها بصورة مؤلمة نتيجة الممارسات القصرية العنيفة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر وبدأت مشروعها الخاص فمن لفائف البوضة في عربة صغيرة وجدت لنفسها طريقها الخاص نحو حياة كريمة أنا ما سنتش من بعد الجامعة أنا لحد ما أخلو الجامعة مثلا أنه أخذ وظيفة لأنه متأكدة أنا روح أوقف طبور البطالة فلا لما صحتنا الفرصة أني أفتح المشروع هذا فتحته أنا بحب بشغله كتير يعني حاب المنتج بجد يعني أنا بجد حاب أن أكون شخص منتج يعني مش أنه أكون شخص مستهلك مش سهل طبعا بعداتنا وتقاليدنا أنه بنتوك بمحل بمعامة الشاب تشتغل طبعا لقيت بالبداية يعني أنه فيه انتقادات كان يعني مش على طول الأمر كان متقبل وحتى كان يعني لقيت استغراب الناس على المنتج أنه فكرة جديدة شي غريب يعني بالنسبة للناس وكيف هي الأيس كريم موهاي اشتركوا في القناة ونبقى مع البوضة التي كانت أيضا مشروعا بدأ به مطعم ياباني الذي انفرد بتقديم النودلز مع البوضة لمحاربة حرارة الطقس خلال فصل الصيف ويبدو أن هذا الطبق حاز على اهتمام وإقبال عشاق وجبات النودلز موسيقى 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 وإلى كندا ومع الإجراءات الاحترازية لفاروس كورونا المستجد تم ابتكار 50 قبة فقاعية لدروس اليوغا في تورنيتو والهدف هو الصحة والأمان موسيقى 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 ومنختم من ساحل العاج ورقصة بهلوانية شعبية تحبس الأنفاس بحركاتها التي تتطلب رشقة عالية والتي تحولت إلى رياضة رسمية مشاهد منختم فيها خبرياتنا لليوم موسيقى موسيقى زينب بعد الأخبار جميلة والغريبة والمنوعة خلينا نروح لتسعة وعشرين حزيران شهد هاليوم كثير من الأحداث عبر تتاليها أكيد شكلت حكاية اليوم موسيقى موسيقى اليوم تسعة وعشرين حزيران كثير من الأحداث سجلت بتاريخ هذا اليوم قراءة سريعة لذاكرة الأيام مثل اليوم من عام 1236 سقوط قرطبة بالأندلوس على يد فرناندو الثالث ملك قشتالا وبعام 1835 إنشاء مصلحة الأثار والمتاحة في المصري وبعام 1928 اكتشاف البنسلين على يد أليكساندر فلمانج وفي عام 1960 الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يمنع شركة البترول الأمريكية ويصادر ممتلكاتها ومثل اليوم من عام 1986 منتخب الأرجنتين لكرة القدم أحرز لقبه الثاني ببطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الألماني بثلاثة أهداف لهدفين بالنسخة الثالثة عشر من بطولة كأس العالم المقامة بالمكسيك ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاد اليوم من عام 1900 أنتوان دوسانت كاتب فرنسي ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بعام 1941 يان بادرفيسكي موسيقي بولندي هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم تسعة وعشرين حزيران ناركم سعيد موسيقى أولى فقراتنا أكيد رح نروح على دار الأسد للثقافة والفنون اللي عودت أنشطة وحفلاتها بحضور الجمهور بنسبة 30% أيضا بحفل أحياء الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ برفقة الأوركسترا الموسيقى الشركية بقيادة مايسترو نزيه أسعد اللي نضم إلنا بالستوديو من رحب فيه ساعة صباحك وأهلا وسهلا فيك ساعة صباحكم أهلا وسهلا فيك مايسترو يعني بالبداية كنا نحكي تحت الهواء عن تفاعل كيف كان تفاعل الحضور بالحفل الأول طبعا بنسبة حضور خلينا نقول 30% بحسب طبعا الإجراءات المتخذة لحضور هذا الحفل خبرنا كيف كان التفاعل بهالنسبة يعني القليلة شوي لا ببداية مرحلة حضرة الجوال صار فيه كتير تساؤلات يعني بالنسبة للأصدقاء والناس والسميعة أنه نحنا بهالمرحلة شو ممكن نساوي شو ممكن نسمع طبعا نحنا بموجب الاختصاص نوجه بالاستماع الموسيقي خلال المنزل وصار فيه على وسائل التواصل بعض الأعمال الموسيقية الجماعية امتشرت بأسلوب ما كانت بديعة وجميلة لكن لما تقرر الحفل بنسبة 30% صار فيه هيك نوع من المتعة أو هيك الحالة الإيجابية الجديدة صار فيه تجدد صراحة بالنفسيات تجدد بحالة التذوق للموسيقى أنه بدون يشوفوا شيء يعني الصوت وصورة قدامهم هي النسبة 30% كانت قليلة صراحة بالنسبة لأي مسرح من المسالح بتلاقوا المقاعد فاضي بكون في مقاعدين فاضين مقاعد مليان بس مع ذلك كان في حالة حب وعشق لما قدم على المسرح حفلة الأستاذ مروان محفوظ كانت مقررة في منتصف آذار الماضي طبعا كان في تدريبات جاهزة وكنا مستعدين لإقامة الحفل إضافة لتأجيل بعض الحفلات الأخرى بس تم تحديد موعد آخر تم استعادة أو خلينا نقول فرماتي أو هيك موضوع تجديد هذه الطاقة تجديد هذا النشاط من قبل الموسيقين والمعنيين وحتى الجمهور للقيام بالحفلة اللي عملت صلاحة الاستجابة إيجابية يمكن حتى أنتم كان في عندكم حالة أنه تشوء لدار الأسد للثقافة والفنون بالبروفات بالاجتماعات بالتحضير للحفلات وخاصة فصل الصيف كتير بيحمل يمكن حفلات ونشاطات وفعاليات تتأجلت بسبب كورونا خلينا نروح نشوف مشاهد من حفل الكبير مروان محفوظ ونرجع منكم الحديث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر وهمت ملت أسرار بطار ودرس بريد درس بريد شوق كانت نتقل لعنو بالطمار كله مطمئة فيك أسدلت شوقاً إذا بدأت في عربي أعطوك إليك يا ناري وطار كل الأصدار لأحبتك لأي مداري أعطوك إليك يا ناري وطار كل الأصدار لأحبتك لأي مداري كل الأصدار لأحبتك لأي مداري كل الأصدار لأحبتك لأي مداري كل الأصدار لأحبتك لأحبتك لأي مداري كل الأصدار لأحبتك 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 لأي مداري كل الأصدار لأحبتك 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 أنا تضغطلتني بالأستاذ مروان، علاقة نقية إنسانية وآخوية حلوة وصداقة فهي حالة ممتيّة لم ترد مجالا الموسيقى فهي حالة ناجحة تماماً إذا كانوا الشركين في عمل لاية مجالات فهذا الشيء يشعر غير موضوع المدرسة الموسيقية والمدرسة الغنائية التي عملناها من خلال أستاذ مروان هذه مدرسة تعلمنا منها من طفولتنا ربينا على صوته وربينا على إلحان الذي عمله على الكلمات العفوية التي كانت تكتب له فحالة العشق لهذا النمط من الغناء محبة الناس لهذا النوع من الغناء النقي الشفاف العفوي صراحة نجحت آلية العمل سواء معي أو مع الأوركسترا والتدريبات طبعاً البروفات هي شي مهم التحضير أو التمرين حتى تصير تنخلق حالة تماهي ما بين كافة أعضاء الفريق الحفل كان مقرر بشهر آذار لكن تأجل بسبب كورونا دعنا نتحدث قليلاً بما أنك ذكرت البروفات والتحضيرات دعنا نتحدث كيف كانت الأجواء وخاصة يعني نحن عايشين بظرف معين مفروضة على كل العالم بعد لقائكم وهيكي كيف كانت الأجواء كيف كانت تحضير الحماس لتعملوا شي حلو بعد غياب دعنا نقول قبل الكورونا أو وقت التحضيرات بشهر آذار أكيد كانت في حالة اندفاع واضحة من الجميع لهذا الحفل في وقت اللي اتأجلت شوي عملت ردة فعلي شوي هيكي واقفة يعني خلين نسمي هذا صحة التعبير وصار فيه شوء لا استعادة هذا النشاط لما رجعت الحالة من جديد ما بعد فك حظر التجوال صار فيه صراحة بيقلك حالة حميمية ما بين الجميع موضوع التباعد أكيد نحن رأينا الإجراءات الاحترازية بكل شيء دار الأوبرا عم يقصروا بهذه المسألة حتى عضاء الفرق بين بعضهم عم يصير في حالة محزرية حالة احتياطية تماماً تعقيم وما تعقيم يعني لا بد من هذه الحالة في أي مجال آخر في الأسواق في الشوارع يجب أن تكون هذه الحالة موجودة ما بين الناس عامة على المسرح مثل ما كنتم شايفين أو شفتوا حتى الجمهور المتباعد حتى لو كان في تباعد فهناك قرب روحي قرب إنساني بين كل شخص والآخر ونحن نتمنى دائماً تكون هذه العلاقة القريبة علاقة ملاصقة وليست قريبة فقط بين بعض إن شاء الله أكيد يعني دائماً وجود مثلاً شخصيات خليل نقول فنية وقامات كبيرة فنية مثل الفنان الكبير مروان محفوظ هي تشكل قيمة مضافة لمسيرة فنية خليلنا نقول ولا شيء ممكن نحن نضيفه للسي في مثلاً تبع حفلات لأن عملات أكيد أكيد ما هي القيمة المضافة اللي ممكن تشكلها حضور هاي قامات طبعاً نحن نفتخر فيها وخاصةً هو جاي من سفر وأطعم مسافات اللي يكون ضمن بسوريا يعني وضمن الدار العظيم الدار الأوبيرا هلأ هي تصليط ضوء على مثل ما حكيتنا شوي هذه المدارس هذه القواميس التي نتعلم منها الأبجادية دائماً كل نشاطاتي الموسيقية أو الحفلات أو المجالات التي أنا تتاح إلي للأوركسترا او حتى ضمن المعهد العليل للموسيقى دائماً نتجه لتلك المنابع هي تضيف قيمة فنية وتضيف قيمة ثقافية وتزداد حالة الشرف بأسماء مثل أستاذ مروان وغيرهم من الفنانين الكبار على مستوى البلد السوري ومستوى الوطن العربي ونحن بانتظار الكثير من النشاطات والفعاليات التي ممكن أن ترفض الحالة الثقافية ترفض النشاط الثقافي في البلد حتى لو كانوا صغار السن في أسماء مهمة أعمارهم أقل بجوزة أستاذ مروان عمره يعني هلأ الله يمد بعمره يعني هو سندنا وأصالتنا وأطع مسافة من كندا إلى سوريا لإقامة هذا الحفل ففي شباب حتى كمان بأعمار متوسطة هامين ليجب تصديد الضوء عليه هون حد ما نرفض هذه الحالة التي تتفضل فيها نعم بما أنه يعني التحذيرات وهالشغف كتير كبير لحفلة الكبير مروان محفوظ لغنى كتير أغاني أيضا من التراث اللبناني رح نروح كمان نشوف أجواء من الحفلة ونرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذا كنت أحبابي سأمي شغبك عالعين يبسلوا يبسلوا وغير زلقى يا حيبين لا تكسر خطري وغير لا تكسر خطري وغير مايسترو واضح التفاعل بين الفنان الكبير وبين جمهوره وخلينا نقول الجمهور وأكيد العشاق وضواقين هذا الفن قلينا نقول الراقي اللي حكى يعني نحن حتى بأعمارنا وجرين دائماً منستذكر هدول منسمعهم دائماً لهدول الموسيقى وما فينا ما نحبهم يعني اللي بيحب الموسيقى بديوا يحبهم كيف كان هالتفاعل وكيف كانت ردة الفعل بعد الحفل؟ طبعاً وردت الأغاني عبر التاريخ مثل خايف كون عشائتك وحبيتك تماماً وصيف لعضة طايل وهدول اللي كنا نسمعهم بالإزاعة دائماً وإحنا بالمدرسة حتى نسمعهم تماماً غالي غالي يا وطني الغالي مثلاً كنا نسمعه بفرصة المدرسة صحيح هاي كلها صارت أنشيد متداولة بين الأطفال والكبار واليافيعين فمجرد ما نسمع هيك لحن عفوي بكلامه البسيط كلامه اللي طالع من القلب اللحن اللي جاي ملبس على اللحن تماماً والأداء من هذا النوع من قبل هذه القامة الكبيرة إضافة لمحاولتنا لتنفيذ هذا العمل كحالة إخراجية إذا صح التعبير التنفيذها طبعاً تعطي هذا الانطباع الحلو أو ردة الفعله الاستجابة بالتصفيق حتى أنا نسمع وراي الجمهور هناك ناس عم تغني معه وحافظين كلماته يعني بمعظم الأغاني اللي اشترناها بالحفل هناك ناس حافظين كلماته فهذا الشيء طبعاً نتمنى أنه ينتشر ويصير في حالة تذوق عامة عند الناس للحفاظ على هذا النوع من الأغاني العفوية البسيطة ما بعد الحفل كان طبعاً الإطراءات والكلام اللي اطلقيناه من قبل والناقضين الفنيين والسميعة العاديين والأطفال حتى كمان كان في أطفال إذا لاحظتوا وكبار السن هي على سوية واحدة الكلب يعشق العمل الجميل يعني الحلو ما بيخبي حاله أكيد أكيد فالحمد الله صار في توفيق بالعمل نتمنى طبعاً أعمال قادمة مع بقية الزملاء يعني تكون أعمال ناجحة ومتفورة ومتميزة أكيد يعني مايسترو ما شاء الله عليك قائد ومدرب لمجموعة من الفرق الموسيقية أوركسترا الموسيقى الشرقية التابعة لمدرية المسارح والموسيقى فرقة أمية التابعة لوزارة الثقافة نهواند التابعة لمعهد الأسد للموسيقى فرقة شباب سوريا التابعة الاتحاد شباب السورة فرقة روح للموسيقى الصفية والروحية وفرقة الأنغام العربية خليني نحكي عن مشاريعك يعني الجديدة القادمة خاصة أنه أنت منخرط بأكتر من نشاط وأكتر من مجموعة الحقيقة أنا مو بس بعشق قيادة الفرقة في اتجاهات بالتأريف الموسيقي هلأ قريبا في دار الأوبرا في عمل اسمه المنديل عمل له تصور موسيقي أو مألف له موسيقى هو عمل ضوئي راقص يعني مدته أصيرة هو هكي فلاش صغير لواقع حياة البشر على الكرة الأرضية طبعا من إخراج أساس بسان حميديف لمدة ثلاث أيام هذا كتأليف موسيقي هناك عمل آخر في عمل درامي صراحة أغاني في مسلسل اسمه الشارع شيكاغو المخرج محمد عبد العزيز هذا اتجاه آخر غير قيادة الفرقة هو طبعا هي حالة موسيقية عامة قد تكون هي شغف و محبة لهذا الخط من الحياة هذه الفرقة التي عدتها هي عبء صراحة وجهد ومسئولية هناك كافة الأعمار هناك أطفال، هناك كبار، هناك شباب هناك خارجين أكاديميين و هناك هوات لذلك تطلب صراحة تدقيق وتمحيث بقالية العمل ووضع خطط وحيدا في هذه الأعمال طبعا كل الأعمال الجماعية حتى الحافل اللي سواينا لأستاذ مروان هو عمل جماعي بانتياز مولحة لاشترالته وكل يشكر بتنفيذه إضافة للفرقة اللي حكيتي عنها حضرتك فدائما العمل الجماعي يغطي نتائج ناجحة أكيد نعم، نتمنى لك التوفيق بجميع ما ذكرت أكيد ومشاريعكم القادمة والسلامة للجميع إن شاء الله يا رب نقدر نتجاوز الأزمة تبع كورونا بالوعي ويتملة دار الأوبرا أكتر وأكتر ونستقبل هذه القامات أكيد بسوريا شكرا كثير إن شاء الله وأنا أتمنى طبعا الخير والسلام لجميع لكل البشر والأمن والسلام لبلدنا الحديد في سوريا وإن شاء الله نحو تقدم أفضل وحالة بيضاء ناصعة فيها أمل إن شاء الله إن شاء الله وكمان بنقول يعني يعطيكم العافية على المجهود اللي عم تبذلوه وفي أحلام الموسيقى لمستة أمان بزمن الكورونا أكيد ومثل ما حكينا بس تكون عمل متكامل ومثل كل فهي أمل ناجح بكم أكيد مايسترو شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق بالأعمال القادمة شكرا لحضراتكم شكرا لك هلأ إذن نروح لمعلومات جديدة وغريبة خلونا نتابع بـ هل تعلم هل تعلم أن الماء المالح يشكل 1% من ماء الأرض؟ وهل تعلم أيضا أنه باستطاعة الإنسان أن يعيش شهرا كاملا بدون غذاء لكنه لن يستطيع العيش سبعة أيام من دون ماء؟ وهل تعلم أيضا أن الماء يشكل ثلثي وزن الإنسان وأن بلازما الدم تتكون من 90% من الماء بينما نسبة الماء في العظام تشكل 22% هل تعلم أن مياه الأمطار التي تأتي من السحب هي أنقى أنواع الماء على وجه الأرض؟ وبعد دخولها الغلاف الجوي تتلوث بفعل عنصر الكبريت وعوادم المصانع وقد تكون المطر الحمضي وأخيرا هل تعلم أن شرب الماء على معيدة فارغة يعالج الكثير من الأمراض مثل الصداع، ألم المفاصل، السمنة، سرعة ضربات القلب، التهاب السحاية، الربو، السل السكري، الإمساك، الرحم والسرطانات؟ وهلا نحن نبقى أيضا باتصال هاتفي مع هبة طبعا مروان البطلة السورية ولاعبة منتخب سوريا منذ عام 2004 بطلة العرب وغرب آسيا برمي القرص صحيحة ومؤخرا حطمت خمس أرقام قياسية محلية بست شهور طموحها كان كبير لتحقق رتائج على المستوى العربي والقاري أيضا توجت العمر بلقب أكيد للعرب وغرب آسيا احترفت ونالت صفوف الزمالك المصري وتتواجد الآن معه بعدة بطلات بدبي هبة يسعد لي صباحك وصباحك أهلا وسهلا يسعد صباحك يا هبة يعني رح نبتدي معك من مسابقة رمي القرص لسيدات اللي قيمت بمصر فخبرين عنا أكتر أنا كنت بسوريا وجاني عقد على نادي النمالك المصري رحبت عقدت معه بعدين قالوا لي بدكت شاركي بطولة الجائزة الكبرى عم أحرزت مرتز أول مع تحتيم رقم سوري برمي القرص 50 متر 44 نعم هيبة مروان عمار بطلة العرب وغرب آسيا يعني برمي القرص خلينا نحكي أكتر عنك أنت كسورية حققت هذه البطولات ورفعت اسم سوريا بالعالي خلينا نحكي قديش كان هيك شعورك جميل وخاصة النظرة أيضا مثل ما منعرف نظرة اللي بره لقلنا يعني بيعرفوا أنه نحنا عنا حرب ما بيعرفوا أنه مع الحرب عنا مبدعين وعنا أبطال أكيد نظرة الناس كلها تقام في سوريا ليس لساعة تتمرن صحيح صحيح لحنا يعني وين ما تواجدنا نحنا تأقلمنا على كل الأوضاع يعني لحنا الحمد لله وين ما نروح نعمل بس لوين ما كنا أكيد هيبة كتير عندك مشاركات بعدد دول خبرينا عنك كمان خلينا نحكي إنجازاتك شيا أنا بطرة عرب من 2004 عملي عدة لقاءات بتركيا وخبروث وإيران حاصل على ميداليات بطولات العرب دورة عربية شاركت بطولات آسيا بالهند بطولة العالم بالمغرب أحرزت عدة ميداليات وكل الأرقام السورية بإسمي الناشئين والشابات والسيدات وحاليا أنا هلأ بدبي مدربة حالو مدربة ولسه كمان مثل إزمة الكورونا أستنى الوضع ده ليس صحي سوي رح أتعاقد مع نادي سيدات السارة حالو نعم يعني طبعا كل التوفيق تحضيراتك القادمة هباب البطلة السورية شو محضرة هيك شي طبعا بعد ما أنا تجعوز هدأ الأزمة أزمة كورونا وخلي نقول يعني نقدر نحنا نتحرك شوي للصراحة كنت بتمنى أنه بلد يسأل عني كرمال البطولات وأنه زهد حالي واتمران بس للأسف ما في أي تواصل يعني خلاص أنا قررت أني أنا أطلع سافر وأبني مستقبلي لأنه صراحة ما في مستقبل للرياضة بالبلد عمى نحنا أكيد بدنا نتمنى على كل التوفيق يا هباب والمستقبل أكيد أنتو بتصنعوا السوريين لسوريا وبرعات سوريا أكيد الحين نصنعوا بدعمهم كمان أكيد شكرا لك يا هباب أكيد ونحنا فخورين بسيدات سوريا اللي عم يعملوا بصمة كبيرة أنه نحنا موجودين بالرغم من كل الظروف بصمة خاصة جدا شكرا لك طبعا أهلا في خلق شكرا لك هلأ مساحتنا رح نروح فيها على الصحة ونصلت فيها الضوء على أهمية الماء بالنسبة للجسم اللي بيشغل أكتر من نسبة 60% من جسم الإنسان شربه بكميات كافية له كتير دور مهم ويعتبر من الأمور الضرورية نحن نحكي اليوم عن دوره بعمل الخلايا والأنسجة وأيضا القيام بوظائفها المختلفة ولنحكي أكتر بشكل موسع على الموضوع معنا علياء خليفة استشارية بالتغذية الصحية والحماية سعيد صباحك يا علياء شربون ماء شربون ماء أكيد شربون ماء أكيد يعني علياء بفصل الصيف مثل ما نعرف يقل الأكل وبتكتر السوائل وأحياناً مننسى نشرب ماء ونشرب عصير وكل هذه الممنح لكننا نشرب ماء أحياناً نقول نحنا فقط عايشين على الشغلات الصحية لا نحنا نمرأ شغلات غير صحية ولكن كمهم شرب الماء يعني خلينا نقول للصافي اللي مداخله أي شي خلينا نحكي بالنسبة للماء مثل ما تفضلتي حضرتك إنه بيشكل بالنسبة للجسم أكتر من 60% يعني تقريباً 70% كحد وسطي فنحنا كتير بحاجة للماء وبيزداد حاجتنا للماء بفصل الصيف مثل ما نعرف ولكن أحياناً بيكون في عنا كترة الماء أحياناً في عالم بيشربوا كتير ماء على عكس إنه اللي ما بيشربوا ماء هلا مثل ما تفضلتي حضرتك إنه ممكن إنه مثلاً يصير معهم جفاف ممكن يتعرضوا للتشفاف ممكن يصير في عندهم مشاكل بالكلية مثل ما بنعرف جفاف بالبشرة هذا كلياته امساك هاي كلياتهم بنعرفها المواضيع بالنسبة كمان في عنا أضرار لشرب الماء بكميات كبيرة يعني هلا في منهم بالشتاء بالصيف عفوان بيكمشوا أنينت الماء وبيشربوا لتر هيك وهنا نواقفين هذا الشيء كتير غلط يعني أنت عم تشرب مثلاً أربع كاسات ماء دفعوا واحدة زمن بزمن واحد بفترة زمنية قصيرة هذا عم يعرض جسمنا لشيء بنسميه تسمم بالماء نحنا هذا الشيء بدنا نبعد عنه نحنا دائماً منروح للماء بشرب الماء بكميات كافية بس على مراحل متقطعة تمام يعني ممكن ناخد نحنا بنوصب دائماً هلا بالإنسان بفترة الراحة ما عم يشتغل شيء ما عم يعمل شيء ممكن نقول من 6 إلى 8 كاسات بس بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة بالنسبة لأنه نحنا عم نشتغل في عنا نشاط فالهيك نحنا ممكن أنه نزيد من كميات اللي لازم ناخدها وناخد من 8 إلى 12 كاسة تقريباً من 10 إلى 12 كاسة تقريباً بعادلوا الترين؟ أفون؟ هلأ من الترين إلى 3 التورة نحنا بننصح بالنهار يعني خلينا نقول كل 30 كيلو من وزن الجسم نحنا بنعطيه لترين يعني إذا حدا وزنه 60 كيلو فنعطيه لترين تمام عالية يعني كثير من العادات الخاطئة دائماً نشوفها كمان بشرب المياه لأنه بتعرفي بيقروا العالم كثير من نصادر تانية بيقولوا أنه شرب المي مثلاً قبل الأكل لازم يكون أو مع الأكل أحياناً في ناس تشربها مع الأكل أحياناً في ناس تاخد أدويتها بعد الأكل مباشرةً الطرق الصحيحة لشرب المياه هذا لازم يكون في توقيت وفرق بين وجبات الطعام وهل صحيح أنه شي غلط بيعمل بطن مثل ما بيقولوا شرب المي أثناء الطعام لا بالنسبة لهالنظرية تلعوا في عنا نظريتين ناس ضد أنه نحنا نشرب مي قبل الطعام أو مع الطعام أنه بيقولوا بتتمدد لحامضية المعدة والناس وهي الفكرة غلط أو تحولت لعنا مثل عادة وهالعادة كثير سيء أو غلط لأنه نحنا أريد عم ناكل أي أكل خضروات أو فواكه فيها مي أصلاً يعني فيها مي كانسر في عنا هذا النوع من أنه لحموضة المعدة ما مفرزت عنا لا نحنا مناخد قبل الغيزاء أو أكل قبل الطعام وجبة الطعام ناخد كوب من الماء ما في مشكلة مع الطعام أنه ناخد ما هيأثر أبداً على حامضية المعدة بالنسبة لموضوع أنه بتعمل كرش هالشي هالكلمة غلط هالنظرية كلية غلط نفوة الدراسات أنه نحنا ممكن تتمدد معدتنا بنفس الوجبة يعني على الوجبة أنت تمددت معدتك بس بس انهضم كل شي كله بيرجع لمتل ما كان بس نحنا أنه ناكل يعني حاسين أنه نحنا بالشبع ولسه عم ناكل أكيد تتمدد المعدة وهيك بدي يصير في عنا زيادة وزن بس بسبب زيادة السعرات الحرارية اللي نحنا عم ناخدها يعني حتى أي حدا بده يعمل نظام غذائي بيقولوله أنه كتر مي واشراب مي ولكن كل شي زعد عن هذا الموضوع يعني كمان صار مشكلة كتير كبيرة وخاصة في حال صار خلينا نقول زيادة بالمي أو تشفاف خلينا نقول بالجسم يعني لا زايد ولا ناقص شو الكميات الموصة بها لحاجة الجسم لا زيادة حكينا أنه نحنا لكل 30 كيلو من منحه ولكن في أشخاص خلينا نقول بينسوي شربوا مي هل السوائل الثانية عم تقدر تعوضون ولا ما في شي بعوض عن المي لا نحنا ما في شي بعوض عن المي كتير نحنا بحاجة للمي مو بس لأنه حتى لو غذائنا بيحتوي على المي نحنا بحاجة للمي بشكل خاص يعني كل أجهزة الجسم هي معتمدة على المي وعلى تركيبة المي من جهاز المناعة جهاز الدوران جهاز الهضمي جهاز جهاز الإطراح كل ياته بيعتمد على المي هلأ بالنسبة لقد نحتاج يعني كل شخص حسب قديش عم يصرف قديش عم يتعرق يتبول في عنا مثلا الحوامل المرضعات هذول بتزيد عندهم كمية المي اللي لازم يستهلكوا بالنهار هلأ بالنسبة لأنه نشرب كمية في منهم بينسوا يشربوا مي ياريت في عنا عادة إنه نحنا كل ما ناكل نشرب مي كل ما ناكل إنه نحنا ما مننسى ناكل بس مننسى نشرب مي دائما نربط الأكل بالمي فهيكا بنصير بنشرب مي بالإضافة لأنه فيه أبليكيشن كتير بتزكير بالمي إنه انت شربي هلأ شربي هلأ نحنا بنقسم بالنهاي طيب المي الفاترة عالية في كتير ناس تشربها الصباح وبيقولوا إنه منيحة أحسن ما تشربوا مي باردة دغري تنزل على المعدة كمان خلينا نحكي عن هية الأفكار أو يمكن المعتقدات المجتمعية شو الصحيح منه وشو الغلط هلأ اللي بالنسبة للأشخاص اللي بيروحوا للمي الباردة هدول بيفكروا إنه نحنا بس أخدنا مي باردة حينقص الوزن يعني فيه نظرية إنه نحنا بس ناخد مي باردة بصير الجسم بدي عدل لدرجة الحرارة المي اللي أخدناه فبصير بيصرو في كالويس لأ نحنا هيك وطلع عم ناخد مي باردة نحنا عم نعرض جسمنا لصدمة عم ممكن يصير في عنا التهاب الحلق ممكن يصير تنزل على المعدة تعمل لنا تضيق بالأوعية الدموية نحنا بغنى عنا لأ نحنا مع المي الدافئ دائما منروح للمي الدافئ متى الوقت اللي كنا ننصح فيه ووقت اللي نكون صايمين دائما كنا نقول إنه نفطر على مي دافئ مي الدافئ أفضل للكلاوي للكبد لكل جهازنا المي الدافئ أفضل نعم نعم بدنا نصائحك أخيرة على السريع وأكيد لكل اللي هلأ عم بتابعونا حول هذا الموضوع وخاصة شرب المياه وبفصل الصيف مع الشوب يعني تمام خلينا أول الشي إنه نقول إنه يحسبوا كل ثلاثين كيلو من جسمهم خليهم يأخذوا لتر من المي خليهم دائما قد يتعرقوا يعودوا فيه يعودوا فيه سوائل خلينا دائما ما ننسى شرب المي متى ما حكينا نربطه بالأكل نعم ودائما نحافظ على صحتنا يعطيكم العافية شكرا إليك يا علي على كل المعلومات اللي اعطيتنا ياها نشدد دائما على أهمية المي شرب المي بشكل دائم يعني مثل ما قلتي كل شيء كدر عن حده صار ضده صار شكرا لوجودك معنا يا علي كل شكرا لك علي أما هلأ زينب رحنا نتقل لحلب الشهباء والخطوة الأولى لمعرض الفنان مجد كيالي الذي ضم مساحة من التنوع والزخم الفني تفاصيل أوفة مع وليد هنا افتتح معرض فني للفنان التشكيلي مجد كيالي ضم 31 لوحة استخدم من خلالها الألوان الزيتية على القماش دون الاعتماد على أسلوب معينة نفتتح معرض الفنان مجد كيالي طبعا هو من المدرسة الواقعية ولوحاته تعبر عن الأصالة والعراقة في مدينة حلب حيث تسكن هذه المدينة في جوارح الفنان وعبر عنها بريشته ب 31 عمل اليوم ننظر إلى هذه العمال التي تصف مدينة حلب حلب الأصالة حلب التاريخ بعد أن نفضت عنها غبار الحرب غبار الإرهاب هذه حلب تعود إلى مجدها وألاقها الثقافي والفني عدد اللوحات تقريبا 31 عمل تضمن طبعا القلعة ممثلة بأكثر من عمل الأسواق القديمة المدينة في سوق الحطب في خان الوزير في الجميلية في حتى السبيل ساعد حلب وجميع الأعمال منفذة بالألوان الزيتية وطبعا إذا لاحظتوا بطغة اللون الأصفر لحلب اللي بتتميز حجارته كله بها اللون بسموه الحجر السوري زخم فني كبير تحمله اللوحات من الغنى والجمال الفني التشكيلي المتعدد والمتمثل بأسلوب متميز في الأداء الكلاسيكي والانطباعي الزخرفة والمنمنمات معرض الفنان مجد كيالي بيحكي عن حلب الأديمة شي تراس يعني الله يعطي العافية نفتخر فيه أعماله كله يتال عجبني بالمعرض تناسق الألوان يعني بتلاحظ أنه فيه ألوان يمنسجم مع بعضها بنفس الوقت يعني ألوانهم بتجلب الفراح والسرور والبهجة الفنان مجد كيالي من الفنانين الأديمين بحلب بيشتغل دائما كان يشتغل بالزخرفة والزخرفة الواقعية الآن انتقل لحالات جديدة هي عن حارات حلب وعند تراس حلب الأديم وكل لوحاته يعني فيها واقعية مفرطة وألوان جميلة وألوان حلب هي ألوان الحجر ألوان الخشب ألوان الألوان وإخذ مواضيعه من المولويات وإخذ مواضيعه من الأهاوي الأديمة طبعا فخوره كثير ببابا وهو دائما بحب يرسم عن حلب ولوحات حلب وبعد الحرب وقبل الحرب ولوحات مختلفة ومتنوعة وفيه كذا أثر حلبي موجودين باللوحات المعرض ضم مجموعة من الأعمال الكلاسيكية بالإضافة إلى أسلوب جديد في إضفاء التقاطيع الأفقية الشاقولية على بعض اللوحات موسيقى سالي ورح ننتقل أيضا نلقى عن مساحة بتهم كل أم ورح نحكي فيه عن الطفل العنيد شو أسباب هالسلوك اللي بيبينه الطفل كيف ممكن نتعامل معه سؤال دائما بتسأله كل أم عنده نوع من أطفال الأطفال العنيدين اللي ما بيردوا عليها بس نحنا اليوم رح نجاوبكم مع رينا أيوب استشارية بالطفولة المبكرة وأخصائية رياض أطفال صباحك يا رينا يا سعد صباحك صباح الخير يا سعد صباحك يعني أحيانا بيقول الأب والأم بس يتعاملوا مع الطفل والله نحنا ما كنا هيك راس نيابس خلينا نقول شوي وعنيدين ومنعزب خلينا نحكي عن ظاهرة العينات بشكل عام شو هي أسبابها أكيد مانا هي وراسية أكيد هي مانا حالة مرضية هي حالة سلوكية هي تعاد بالتقليد أن الطفل شوف يشوف نموزج قدامه كبير عم بيعاند عم بيقول لا فبيتعلم يقول لا نحنا كتربويين بناخذ الموضوع بشكل إيجابي لأنه مجرد ما الطفل بلش يعطي رأيه وبلش يسبت ذاته صار عند القدرة أنه هو يفكر بالأشياء اللي بتعنيه له بالنسبة له مشرطة تكون إلى قيمة له مثل ما هي إلى قيمة عندنا لكن هو يبلش يتخذ قراره أول خطوة الأولى ببناء مستقبله هذا المستقبل يا رب اللي يكون خير لأ له كلمة لا عند الطفل أنا بعتبرها الميلاد الأول بتشغيل مهاراته العقلية أنا مجرد ما بلش طفلي يقلي لا لأشياء هو شايفه من وجهة نظره غلط أنا لازم أحترم رأيه نحنا بس هاي نحنا لازم نحترم رأي الطفل لازم نعتبر هذا الطفل أنه هو بذرة إنسان هذا الإنسان رح يكبر نعلمه يقول اللأ بحرية لكن إذا كانت اللأ تبعيته فيها غلط أنا حاوله بهاي لا أنه لصلح له مداركو لصلح له أنه أنه اللأ اللي انتقلتها ما أنا غلط لكن في خيارات عنا بحاول خيره بين الأشياء الصحي اللي أنا بنتقيها لأ له لحتى احتوي كطفل بعدين يكبر هذا الطفل وصير شخصيه بناه رينا يعني هلأ بثلاث أربعة شهر اللي أعدون العلم بالبيت الأمهات يمكن كثير يتعذبوا مع أولادهم خاصة العنيدين يعني ما يسمعوا مثلا غسل إيديك ما يسمعوا لا تلق الكهرباء ما يسمعوا كثير كان في نوع من العناد أو صعوبة بالتعامل مع الطفل العنيد يمكن ما خلينا وسيلة حتى على التلفزيون ما حكنا فيها لكثير من المشاكل اللي عم تراسلنا فيها الأمهات اليوم العناد عنده الطفل كيف ممكن أنه يتلقي مثلا التعليمات أو الأوامر ممكن أنه يرد علي يسمع كلمتها من أحلى الأشياء اللي نحنا ممكن نعالج فيها الطفل العنيد أنه نحنا نحترم رأيه ونخيره بين الأشياء اللي نحنا بتعني لنا مثلا لا نفترض ما تقوم غسل إيدك ما بدي يقوم أنه تقوم تغسل إيدك هلق ولا تنطر شوي نغسل إيدنا سوا أنت دائما بس تعطي خياراته وبيحس حاله أنه هو صحب قرار تمام أنه هو مكانه بهذا بهذا المجتمع الصغير يلي هو بسرته والطفل أو نحنا حتى البالغ فينا أو نحنا نقول أنه عنا طفولة مبكرة هي من عمري ثلاثة سنين لست سنين كلمة اللأ بتجي بالأطفال أو بتبلش نسبة العناد عند الأطفال بس يصير عمره سنتين وما فوق لحد السبع سنين فهي تمتد من تحت الطفولة المبكرة لعنده الطفولية اللي بتمرق بالطفولة المبكرة واللأ الأكبر اللي بقولها الطفل بعمري الأربعة سنين لأنه بحس كل شيء كل شيء يريد يقول لك يا لأ فهو هذا الشيء احنا ما نقول عنه أنه أنه قدام حدا أو بيني وبين حاله أو بيننا وبينه أنه لأ ماما أنت عم دائما بتقول لك هذا الطفل عنيد ما برد علي كتير بتصرف اللي براسه هاي الكلام السلبي هو اللي بيعمل بيعزز هاي الشخصية اللي نحنا عم نرسمها بطريقة غير مباشرة دائما نخير أطفالنا أنا معك بدغوطات هاي الفترة اللي مرينا فيها بين ظروف منوعة كانت اللقات كتير من الأهالي للأسف مش بدل الأطفال بالنهاية الطفل بدي يلعب بدي يفرر طاقة بدي يبدي رأيه بدي يعيش الطفولة اللي جواته نحنا الكبار في طفل جواتنا فكيف تصغير يعني لسه ما كبر لحتى يكتشف هذا الطفل اللي جواته من حقه يمارس أي حرية ضمن بيته صحيح لكن نحنا اللي كان شوي الوضع عنا عنيد تمام عنيد نحنا الأمهات اللي كانوا عناداء شوي أخذوا الأمور بمنحة سلبة أكتر إنه ابني ما عم يسمع علي صار يريد جواب فورا كبره وصار يعطي رأيه طب أوك ما هو بالنهاية نحنا عمري بيهم ليكبروا ويعطي رأيهم ونحترم كتير زاتية الطفل لأنه أنا من اللقي اللي عم بيقولها إذا قدرت إيجابيته أنا بيطلع معي شب أو طفل أو طفلة عندهم قدرة أن يقولوا لا بالمواقف اللي بنحطوا فيها لازم يقولوا لا فأنا ما بدي ربي شخصية ضعيفة اللي أهالي دائما بيفرضوا عليهم عدم تقول لا إنه يلي برأي الأم أو الأب لازم يمشي بيطلعوا شخصية منطوية عندهم ضعف بالذات بيبلشي بيقدموا أضافرهم هو من أكتر أسباب قدم الأضافر إنه ما بيقدروا يعبره إنه مقدرين يعبروا عن الشي اللي جواتهم ومفروضوا عليهم يتلايموا مع واقع هني مورد يانينو ممكن تصير تباولا إرادي ممكن تكير في مشاكل سلكية صحيح حرينة كل اللي حكيتين مهم وأيضا فتنا بتفاصيل مهمة أكيد زميلتنا ميسان حمدان نزلت عاملة استطلاع رأي بكاميرا الإخبارية السورية رجعت لنا بالمادة التالية عن هذا الموضوع خلينا نتابع سوا شو بتعرفي عم ترشل العني بقية بأنتي؟ هو عم بتشبس برأيه أو نحن من علمه إنه إذا أنا بكيت باخد هالشغلة يعني أنا إذا ما بكي ما بتعطي إياها أمه والأم طبعا قلبه يعني ما بتريد إنه يبكي وتعلم هالشي أنا ببكي باخد طلبي وبتشبس نحن عم نحقه له غايته الطفل العنيد قوي شخصيته قوية شرس كتير ودائما عادة موك الميت له رأيك ليش الطفل بيصير عنيد؟ هل هي بيخلق بهذا الموضوع بتقول الأم ابني عنيد؟ هل هو بيخلق معه هايش سير؟ أو هي صفة مكتسبة؟ هلأ هو بصراحة أول شيء أصناع فترة الحمل عصابية الأم وأصناع الحمل كتير بتأثر تعني الشيء من لما بيكون بابا صغير يعني لو بالأيام لما الوحدة بتحاكي بنا حتى لو هو صغير ومع بيفهم بس ما بتناقشه هيك بيكون أهدا شوي لما بيسمع أصوات عالية من برة هو وصغير كله هذا مكتسب يعني مع الأيام لما بيكبر كله هذا بصير ردات فعل عكسية بيتزمر عالطول بيبكي بصوت عالي وما بيعجبه شيء وبياخد كل شيء بداية بدايتين يعني برأيك إلى أي حد هاي الصفة هي مكتسبة أو هي صفة بتخلق مع الطفل؟ هلأ أنا بقول إن هي مكتسبة أكتر شيء خاصة هلأ بمرحلة المراهقة يعني هلأ نحن عم نعاني من هاي القصة أنا عندي ابني عمره هلأ إدعشر سنة كتير يعني يدمو شوي هلأ أنا بقول إن هي مكتسبة نوعا ما هلأ أكتر الصفات اللي موجودة عند الطفل العنيد؟ إنه خلاص اللي بده يا بده يا ما بيرد على أهله حتى لو جيتي بالمفاهمة بالسياسة بالحكي الحلولة أنا خلاص أنا بدي هاي الشغلة ما في حلول مع الطفل العنيد؟ برأيي لا حتى لو كانت الأم أو الأب اللونه كتير طويل يعني لا إنه ما بيسمع الكلمة أبدا يعني بتقولي لو ترك هاي الشغلة بيرجع بيمسكها لا تروح على هذا المطرح بروح هلأ حل مع الطفل العنيد ولا ما في حل؟ أنا عندي حل إنه حرومه من شغلة بيحبه مشان يسمع الكلمة لازم برأيك إنه الأم تكون شوي قوية مع أطفاله بهذا المطر؟ لا تعطيه وش أبدا يعني لازم لازم يعني كل شيء له شيء لازم أحيانا تعطيه وش أحيانا لا يعني مثل ما شفنا رينا كنتي عم تبتسميتي وعم تشوفي إجابات بعض الأمهات قتلك كتير يعني في هاي الفترة يصار في ضغط نفسي كبير حتى بقلب قلبي خلينا نحكي شو أول شي لفت نظرك من الإجابات شو الصح شو الغلط مننا في أسئلة على الصفات مثلا مثل ما قالنا لك إنه بظل متشبث برأيه فخبرينه الفكرة الحلوة إنه هي صفات مكتسبة مجرد ما نحنا نعرف إنه العند هي صفة سلوكية ما نحن نحن نقدر نداويها باسلوب الحوار أو النقاش اللي أنا دائما بقول لنا الأهالي إنه ومتل ما قالوا ما في حل أكيد لا أكيد كل شيء له حل بالعكس والحل كتير بسيط لكن الأم ما تعمل إهاني للطفل أو تحدي إنه يا أنا يا هو أو أنا متل ما هو عم بهيني ما عم برد عليه عم برد عليه لأ أنا لازم إنه أثبت إنه أنا أمه مو هو إمي كتير مسمع هاي الكلمة إنه أنا أمه مو هو إمي أو أنا أبو مو هو إبني أو كذا هي الفكرة إنه أنا بس أرجع لجيله إنه الشي اللي هو عم بي اللي أنا بدي أفرضه عليه بجيلنا ما كان مسموح لكن بجيله مسموح بأي شيء هوني إلهم صار إلهم حرية الخيار أكتر صار إلهم حرية التعبير أكتر ونحن دائما من نادي لأطفالنا بالمدارس وبالروضات وبس يكبروا إنه هوني يكون شخصيتهم قوية يتعلموا شو إلهم وشو عنيهم يعرفوا إذا نحطوا بمواقف شوي صعبة سلوكية يعرفوا إنه يطلعوا منه بأدبيات حلوة يعني ما يكون فيها هذا الكلام البذيء ما يكون فيها الصراخ ما يكون فيها العند الجارح طالما أنا العند طبع الطفل عم بقدر أنا سيره بمسار صحيح إنه أنت مجرد ما أنت عندك اللأ كانت واقعية أنا بحط له خيارات أوكي إنتي قلت لا لهذا الموضوع طيب ما عشي أنا ما عندي مشكلة لكان بنعمله بعد شوي أو قبل أو مثلا بعد ما ناكل أو بعد ما نشرب كالطفل صغير وبس يكبر الطفل ويصير يقول لا أنا بقول أكتر حلول العناد إنك أنت تحضني وتحوي الطفل ما بيقول لا إلا مردات فعل عكسية إذا ما كانت ضمن الإطراح تكون ضمن الواقع اللي هو عم بيمر فيه ودائما عندنا لنقدر نسبة شخصية الطفل لازم يعبر عن رأيه فأنتي ممكن نحنا أحيانا بيكون زميلتين بنفس العمل الاستشاري تربوي كل زميلة إلى نظرة معينة فينا هي بتشوف الموضوع من جانب أنا ما بشوفه ونفس الشي لا هي صح وأنا صح ولا أنا غلط وهي غلط هي الفكرة وجهات نظر فأنا بهاي وجهة النظر لازم أحترم طفلي أهم شي الحلول بالكلمة الحرمان الحلول بالعند أنا ما أحرم أنا بكون عم زيد الطين بلي بكون بدل ما أكون فقط بالعند بدي يصير بالأنانية بدي يصير بالغيري يوم أنا بدي أحرم بدي يصير عندي مشاكل سلوكية كثير أنا بغنى عنها بعدين أنه دائما يكون في محبي بأي لأ بدا تنقال ينترح الموضوع بشكل إيجابي أكتر مع أطفالنا ونعرف الأشياء اللي هي لأ واللي هي إيه بحياة الطفل أكيد نعم يعني رينا هدول كل المعلومات اللي قدمت لنا ياها أكيد إن شاء الله تكون حقاعة الإفادة لمشاهدينا زينب يعني مثل ما بنعرف الطفل شوي بده هيك عناية خاصة طولة بال صالح أهماش طولة بال كتير ليطلع فعلا وخاصة الظرف اللي عم نعيشه أو العصر اللي عم نعيشه الزمان غير زماننا ممكن أبونا ومناه كل زمان له تربية خاصة شكرا لك رينا على وجودك معنا وعلمات شكرا لك شكرا لك شكرا أما هلأ زينب صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر الأخبار على الساحة العربية العالمية على صعيد السياسي مع زميلتنا لور خضوري يسعد صباحك يا لور يسعد صباحك سالي مجاز لآخر الأنباء بعد الفاصل أهلا بكم جددت سوريا مطالبة الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام القانون الدولي وأكد منذ سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أكد مطالبة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول هذا الموضوع وألفت الجعفري إلى ضرورة أن يشير التقرير إلى التحديات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات الأمريكية والأوروبية القصرية أحادية الجانب أعلن الرئيس الروسي بلادمر بوتن أن بلاده لم تقدم المساعدة إلى الدول الأوروبية خلال وباء كورونا لأسباب سياسية وإنما لأنها كانت تواجه أوضاعا صعبة مؤكدا ضرورة التعاون الدولي للتصدي هذا الوباء وقال بوتن في مقابلة على قناة روسيا واحد نحن قدمنا المساعدة لبعض الدول الأوروبية عندما لم يقدمها أحد حتى أقرب الحلفاء ولم نفعل ذلك لاعتبارات سياسية بل لأنها كانت تواجه أوضاعا صعبة هي التي طلبت ذلك اندلعت اشتباكات في باريس بين شبان حضروا للمشاركة في حفلة مرتجلة فيما اعتقلت الشرطة العشرات وكانت الشرطة تحاول تفريق التجمع الذي يخرق قيود وباء كورونا قبل أن تندلع اشتباكات استعملت فيها الشرطة القنابلة المسيلة للدموع قتل رضيع يبلغ عاما وجريحت والدته في إطلاق نار في شيكاغو خلف صدمة لدى السلطات رغم اعتيادها على تفشي العنف المسلح في ثالث أكبر المدن الأمريكية وافدت الشرطة بأن الأم البالغة 22 عاما كانت تقود في اتجاه منزلها عندما توقف المهاجم بجانب سيارتها وأطلق عليها نحو ثماني رصاصات أصابت الرضيع في صدره وأصابت طرف رأسها خطام الموجة الزعودة إليك سالي شكرا لك لور أكيد زينا بمكافين بآخر فقرة ومفقرات صباحنا اليوم أكيد سالي ما حطتنا على الأخير راح تكون عن الكتابة والقراءة وأهميتها كعادة وسلوك بتنمية القدرات التفكيرية والتحفيزية على الإبداع وضرورة بالنسبة للطلبة خصوصا بالفترة أستاذية كيف ممكن نحفز القدرة على التواصل مع العملية التحفيزية كيد القراءة والكتاب واقع وصناعة نشر في سوريا بين الاستمدارية والتحديات هذا موضوع حديثنا اليوم مع رئيس الاتحاد النشرين السوريين هيسم الحافظ إسعد صباحك أستاذ هيسم أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا صباحكم معطر بخليني نقول الامتحانات ومعطر بأطر دمشق والازدحام اليوم الشديد ومطعام عطر أيضا بهذه الروح الإيجابية اللي موجودة عنكم وموجودة كمان عند الناشرين من خلال كلمة إلتية من أجل الاستمرارية أكيد وسنستمر بإذن أصباح أكيد أستاذة يعني خلينا نبدع بكيف ممكن الطلبة يكونوا هيدا العلاقة مع الكتاب يرجعوا يعني نحن بنعرف أنه كان في وقت طويل من فترة الأعدة بالبيت والعزل المنزلي كثير في ناس لجأت للقراءة لكن كيف ممكن يختاروا الشي المناسب إلهم لأعمارهم وحتى يكونوا هاي العلاقة الجميلة مع الكتاب الورق يعني نحن دائما عم نشوف وسائل التواصل هي الموجودة كيف ينرجع هاي القصة؟ هلأ أول شي بدنا نحفز اليوم طلابنا اليوم وزارة التربية عنده اليوم يعتبر يوم كتير مهم على صعيد طلاب السنوية اليوم عندهم فحص الرياضيات وجغرافيا وجغرافيا للفرع الأدبي فنحن اليوم بدنا نأخذ على أيديه ونقول لهم أنه أنتوا جي للمستقبل القادم أنتوا اليوم عم تخوضوا غمار امتحان كبير إلى دخول إلى عالم الأعمال وإلى عامل عالم العلم والتربية والتعليم ومن خلال هذا الكلام بدي أسقط إسقط أنه نحن اليوم كناشرين أو كقطاع يعمل في مجال الثقافة والتربية والتعليم نحن اليوم كلنا في ورشة عمل عما نحاول نقدم لهذا المجتمع تطوير وتنمية للقراءة من خلال إظهار بعادات جديدة للطلبة وعادات نقول فيها نوع من أنواع التحفيز لإعادة التواصل على نحو القراءة أنا دائما أقول القراءة لم تنقطع بمجتمعنا لكن نحن بصراحة بحاجة لإعادة هذا التواصل بحاجة لإعادة اللحمة بين الجمهور اللي هو القارئ وبين صناع الكتاب اللي هنا إن كانوا ناشرين وإن كانوا كتاب وإن كانوا مثقفين لا الكتاب والمثقفين والناشرين عليهم خليني أقول واجبات نعم يقدموها اليوم للقراءة عليهم أن يقدموا كتاب جيد عليهم أن يقدموا كتاب ممتع عليهم أن يقدموا كتاب جذاب وأيضا بالنسبة للقراءة عليهم حقيقة أن يعو أن القراءة هي البوابة دخول للمستقبل طبعا اليوم بالذات أنا عم بقصد وركز على موضوع الطلبة يلي هنن أقدموا اليوم امتحانات أو عم يقدموا أو عم يحضروا الامتحانات قادمة العلم من خلال الامتحان أو العلم من أجل الامتحان هو علم مرحلي لكن نحن اليوم الثقافة هي الثقافة الجامعية يلي مثلا بدي يقول اليوم الطبيب بحاجة لإقرأ رواية والروائي بحاجة إلى أن يقرأ كتاب علمي اليوم نحن عندما ننشد أن نقدم مجتمع مثقف يجب علينا كناشرين أو خليني أقول صناع للثقافة أن نعمل على صناعة كتاب خليني أسميه لكها مقبول من الجميع كتاب يلامس حاجات المجتمع وبتصور نحن بدأنا بهذا الكلام واللي أنا شايفه رغم الأزمة كورونا يلي أنا كتير كنت خايف أنه أزمة كورونا تأثر على صناعة النشر في سوريا رغم التأثير المباشر والتأثير المالي والمادي على هذه الصناعة لكن استطاع خليني أقول عدد كبير من الناشرين الصمود في وجه هذه الأزمة الحقيقية يلي ممكن أن تؤدي إلى كانت إلى أضعاف في هذه الصناعة لكن عدد كبير من الناشرين بهمة الكتاب والرسامين والناشرين والمسقفين إلى البقاء في الأسواق وإلى اختراع أو ابتكار عروض وبعض خليني أقول الأفكار الجديدة يلي جعلت المجتمع بخلال أزمة كورونا مثل ما قلتي يقبل على القراءة وتكون القراءة إحدى الروافد الأساسية للمجتمعنا نعم إذا بدنا نحكي أستاذة عن القراءة كسلوك هو سلوك يهذب النفس خليني نقول وهو أيضا خليني نقول مرتبة الطالب اللي ما بيقرأ خليني نرى نعم فصل الصيف بيجي إلى الشتوية وبدو يدرس ويقدم امتحات قديش خليني نقوم تمرين لأله إذا هو بيمارس القراءة بفصل الصيف وبيقتني الكتب اللي هو بيحبه يعني بغض النظر مو مفروض عليه مثل منهاج هو مفروض عليه ولكن هو بالصيف عنده الحرية المطلقة في القراءة منه بيدرب نفسه منه ما بيمل وقت يجي لي يدرس أو يقدم هلا أنا بس اسمحيلي حط بين قصين هذا السلوك اللي هو الطالب بيقرأ من أجل التعليم أو من أجل تقديم الامتحان هذا السلوك اللي موجود في بلدنا هو مو بس عنا هو موجود في كل المجتمعات إن كانت العربية وإن كانت حتى الغربية يعني هذا السلوك هو سلوك خليني يقول بكل العالم لذلك على فكرة عم نحاول إن كان بسوريا نحنا أو بكثير من الدول أنه أول شي خليني يقول تغير من طريقة المنهاج أو ابتكار منهاج مقبول للطالبة وبتصور مشكورة وزارة التربية نجحت بشكل خليني يقول مبدعي في تعديل هذا المناهج اللي كانت خليني سميها المناهج الكلاسيكية استطاعت أن تقدم مناهج خليني يقول تواكب العصر مناهج تعطي للطالب خليني يقول مجال للبحث مجال للتوسع في الازدياد المعرفي من خلال بعض المراجع اللي مثلا طلبها المنهاج هذا الكلام هذا السلوك هذا الواقع الحقيقي اللي جابته وزارة التربية جعل من عديد من الطلبة اليوم أن تكون عملية الدراسة أو عملية التعليم ليست هي عملية مرتبطة بواحد زائد واحد يساوي اثنين يعني مو فقط أننا اليوم عملية التعليم المقصود فينا حفظ وتقديم امتحان لا صار عنا حقيقة الطالب السوري أنت شوفي مثلا طلاب وانا أحكي عن طلاب مثلا المادة العلمية اللي هي مثلا الفرع العلمي صار عم يدور على مادة الفيزياء مو بس ليقدم امتحان صار عم يدور على مادة الفيزياء اللي يصير في عنده إبداع وصار في عنا بالذات مثلا إليك على الفرع الأدبي اللي نحن مثلا منلامسهم أكتر بيجوز بيظهر معنا بشكل أوسع واقعهم أنه صار بده يصير طالب يكتب رواية صار بطالب بده يكتب قصة هذا السلوك على فكرة جعل مجتمع شبابي متغير مجتمع شبابي قائد مجتمع شبابي على فكرة متطور شوفي اليوم سنة أولة وتانية وتالتة إن كان بالآداب وإن كان بكلية التربية أو إن كان أيضا بكلية الفيزياء أو الكيميا أو الهندسات أو حتى الطب شوفي اليوم شلون الطلبة عما تقبل على العلم اليوم أنا بتصور نحن فيني أقول إنه بدأنا نلغي فكرة الدراسة أو القراءة من أجل الدراسة والتحصيل العلمي صار عنا هذا الشعور نحن طبعا نتمنى يصير في مبادرات وزارة التربية مشكورة في عندها مبادرات وخلينا نأكد وزارة التربية هي ليست وزارة تعليم اسمها وزارة التربية وزارة التربية الأخلاقية وزارة التربية العقلية وزارة التربية العلمية وزارة التربية الأدبية إذن وتعمل أول تربية مو التعليم هاجسة تربية المجتمع هو الهاجس الأساسي اللي هي عما تنشد إليه اليوم أنا بتصور صار لازم نطلب مبادرات مبادرات إيجابية إن كان من وزارة التربية إن كانت وزارة التعليم الآن اللي هي مثلا الآن عم تنتظر دخول الطلبة إليها اللي هي بعد الشهادة الثانوية إن كانت وزارة الثقافة إن كانت وزارة الإعلام إن كانت حتى وزارة التجارة نحن اليوم بصراحة بحاجة إلى مبادرات حكومية لتنمي هذه العادة اللي هي عادة القراءة نحن بحاجة لأن نسمع عن مبادرات قامت بها وزارة الصناعة مثلا لتنمية قدرات أو قطاع القراءة في قطاعها نحن اليوم بحاجة لتنمية أو لمبادرة من وزارة الصحة لأنه نحن لنمي عادة القراءة ونحن بحاجة لمبادرة حقيقية إن كان من اتحاد الناشرين نحن إن كان من اتحاد الكتاب إن كان كل من يعمل في مجال الصناعة الثقافي وصناعة الكتاب بحاجة نحن لنمي روح القراءة وروح الحب المسؤولية وحب الاطلاع في هذا المجتمع نحن كل ياتنا اليوم بحاجة حقيقة إلى واقع علمي ومعرفي جديد رغم الأزمات الأزمات الاقتصادية الأزمات الصحية أزمة الكورونا اليوم لكن حقيقة ويكون في عنا روح المسؤولية روح مسؤولية لتنمية المجتمع كل ياتنا حنكون إلنا الصباق وإلنا الريادة في هذا الأمر الإيجابي يلي بلامس خليني سميها طلب واحتياجات كل المجتمع أكيد أستاذ يعني نحن أكيد كنا متمنى نحكي معك أكتر بتفاصيل معينة بس للأسف خلص وقت برنامجنا شكرا لوجودك معنا وعلى هذا التحفيز والكلام الإجابي لتاته للطلبة يعني بتخيل فعلا أن كل المقبلين حابين يكونوا شيء بالمجتمع وخاصة بهذه الحياة والظروف الصعبة اللي عم نمر فيها حابين يعملوا بصنة معينة فشكرا لوجودك معنا وعلى هذا التحفيز للعلاقة لتكون فعلا علاقة قوية بالعملية التعليمية أنا بشكريك وبشكر هذا الحضور وبدي بس أعطي ولو نص دقيقة نحن في عنا مبادرة جديدة أطلقتها بعض الدور النشر واللي هو أنا بحاجة كتابك اليوم بدي ناشد الطلبة يلي عم يخلصوا امتحاناتهم يرتبوا أمور كتبهم ويتبرعوا فيها للطلاب القادمين وما تكون الكتب اللي خلصت منها إلا هي منارة وطريق سارك للطالب القادم وأنا بشكركم ومنقول للطلاب بالنجاح والتوفيق شكرا لك أستاذ هايسان وأكيد موفقين بكل مشاريعكم أكيد بما يهدف لتطوير والارتقاء بالمسيرة العلمية لما توقفت بسوريا شكرا لك أكيد سالية وصلنا لختام برنامجنا الصباحي منتشكر كل مين شاركنا بهالصباح واتمنى أن نكون قدمنا الفائدة والمتعة للكون أكيد ختامة مسكة وتحية لأبطالنا بالجيش العربي السوري والجيش الأبيض الأطباء يعطيكم ألف عافية وأيضا منقول لكل السوريين كل مر سيمر خليكم متفاقلين بكرة أحلى إن شاء الله والسلام لسوريا نهاركم سعيد ونهارك سعيدة هارك سعيد زينة ومثل ما ذكرتي أكيد إن شاء الله يا رب نتخطى هذه الظروف والصعاب والغلاء الفاحش اللي نحنا عما نعيش وأكيد بإرادتنا بتدبير حالنا إدارة المنزل بطريقة ما اختصرنا كتير شغلات كلنا اختصرنا كتير شغلات ولكن على أمل أنه ترجع أكتر وأكتر أكيد بفضل خلينا نقول جيشنا اللي عم يدافع عنا وتنتهي جميع الحروب والأزمات الاقتصادية كل شكر لكم وإلى اللقاء